حلقة النهاردة من الحلقات اللي بقى لي فترة كبيرة ما تكلمتش عنها في القناة حلقة من ايام الزمن الجميل حرفيا الحلقة دي اي حد هيشتغل على مضمونها هيكسب فلوس لان الطريقة اللي بتكسبك ارباح من على الانترنت باستخدام موضوع حلقة النهاردة انت بتعمله بشكل يومي تقريبا مع صحابك مع متابعينك مع اصدقائك في الجامعة مع ارايبك مع اي حد حرفيا انت الحاجة دي بتعملها بشكل ده ارادي يوميا وما بتاخدش عليها اي مقابل بتخيل معي لو هنعمل هي هي نفس الحاجة ومش نصعب اي حاجة على الطرف التاني وناخد مقابل ومقابل محترم اقل حاجة يوميا خمسة دولار وبالاسبات حلقة النهاردة من الحلقات الكويسة اللي بنصحك تسمعها وتغير طريقة عملك بناء عليها يعني لو انت عندك قناة يوتيوب عندك موقع الالكتروني عندك صفحة فيسبوك انت مش واحد من التلاتة دول ولكن طالب عادي او شخص عادي مثلا على سبيل المثال وبتبعت ملفات كتير او بتنزل ملفات كتير عندك في الموقع او حتى في القناة او حتى في الصفحة فما تنزلش الملفات دي من على مواقع زي ميديا فاير او غير من المواقع التانية ولكن اضطها في المواقع اللي انا جاي اشرحولك النهاردة واكلمك عليه النهاردة واقرين كمان اثبات من اثباتات الموقع حلقة النهاردة من الحلقات فعلا الايها تعجبك؟ من الحلقات فعلا الكويسة واللي هتجيبلك ارباح وارباح كويسة وارباح حقيقية من علي الانترنت مش عايز اطول عليك اكتر من كده هدخل على طول على الشرح العملي هتكلم كل كلمة بكلمة يعني هفسر لك كل حاجة مفيش حاجة هتسقط منك في الحلقة دي وانا منصحك نصحة شخصية تدق تشتغل على الموضوع ده النهاردة لان اقل ربح هتجيبه يوميا هو خمسة دولار واعلى ربح هتجيبه يوميا هو سبعة دولار ويمكن اعلى بين كده بكتير انا بكلمك على ال سي بي ام انت ممكن تزود عن كده بكتير وتوصل لعشرين دولار يوميا لو انت عندك خناية كبيرة لو انت عندك موقع كبير فاحنا بنقول ازاي نقدر نطلع اقصى استفادة ممكنة من الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا ونجيب منها يعني مبالغ مالية تساعدنا في حياتنا سواء كان بقى هنسدد بيها اه على ثبيل المثال اه حاجات معينة كورسات اه دومينات اه سكريبتات ايا كان حاجة بتساعدنا اننا نتطور ونشتغل على الانترنت نبدأ على بركة اللي وانترسل بدعم نقوم اللايك والشير والكومنت ويلا بينا وبشرة بعد ما تنزل في وصف الفيديو او في اول كومنت هتلاقي لينك هتدوس عليه هدخلك على موقع سري ابلود موقع من افضل المواقع الكويسة اللي بتساعدك في الربح من رفع الملفات يعني ايه رفع الملفات الايان يعني لو انت عندك قناة يوتيوب لو انت عندك موقع الاكتروني لو انت عندك صفحة على الفيسبوك او على التليجرام او على اي منصة تانية خلاص لو انت شخص عادي لو انت طالب في كلية وبتنزل محاضراتك ففي الغالب انت لو واحد من كل الناس دي خلاص فانت في حاجة مشتركة انك بترفع ملفات لاصدقائك بترفع ملفات لمتابعينك بترفع ملفات للناس تحملها فانت بترفع الملفات دي وما بتاخدش عليها مقابل خلاص احنا مقناش مشكلة يعني ما فيش مشكلة هنا في حتة ان انت تديها مجانا ولكن المشكلة في انك ترفعها والناس تحملها من موقع بنفس الخطوات وما تاخدش انت منها مقابل نفس الخطوات هي هي اللي هيحملوا بيها من المواقع التانية هتحصل في الموقع اللي قدامي انك ده يعني اي حد هيفوش يحمل ملف هي هي نفس الخطوات ما بيش اي خطوات معقدة نهائيا تمام ولما يحمل الملف انت بتاخد عليه مقابل ومقابل محترم جدا جدا لو جينا هنا دوسنا على تمام هتلاقي عندك الخطط دي بيقول لك تير وان بيبدأ معاك من سبعة دولار التير ستة دولار التير سري وفور خمسة دولار طيب ايه بقى التير دي ريال التير دي دي شباب لها دول يعني التير وان في تلات دول امريكا كندا برزيل التير سري في روسيا واوكرانيا ومصر يعني هذه التير سري دي يلي هي رقم كام اللي هي خمسة دولار تمام؟ يعني لو انت من مصر فانت الالف تحميلة عليك بخمسة دولار لو انت التير تو اللي هي المانيا وفرنسا وبريطانيا والسعودية يبقى بكام بستة دولار دي في تير فور يعني كل الدول التانية بخمسة دولار يبقى اقل مبلغ هتاخده هنا هو خمسة دولار للالف تحميلة واعلى مبلغ ممكن تاخده للالف تحميلة هو سبعة دولار لو التحميل من البلدان ليه طيب انت ممكن تجيب اعلى من كده اه ايه المشكلة لو انت عندك قاعة جمهرية محترمة لو انت عندك فئة كبيرة من الناس هتحمل الملفات دي فانت ممكن توصل لالفين تحميلة لتالب تلاف تحميلة في اليوم وتجيب ارباح محترمة جدا جدا وانا وصلت الارقام دي قبل كده وكنت وردها لكم في اثباتات مسبقة فانت سهل جدا جدا توصل ليه العدد ده خلاص عشان باسم حدش يقول الموضوع صعب نزود ارباحنا اكتر ممكن نختصر اللينك اللي طالع فاحنا بنكسب من اقتصار الروابط وكمان بنكسب من رفع الملفات ودي حلقة ممتازة لان انا بقلي فترة كبيرة جدا جدا ما تكلمتش على رفع الملفات وما تكلمتش على مواقع رفع الملفات فالموقع ده جاي في وقت حرفيا قاتل الوقت ده هو وقته حرفيا خلاص موقع خلاص عندنا صفحة من هنا صفحة من هنا صفحة بريميام ايه بقى دي ريال عشان بس نخش على الشرح العمل على طول دي عضويات يعني لو انت مسجل في الموقع عايز تحمل منه ملفات بسرعة من غير اعلانية والكلام ده كله الاخره ففي بريميام نفس الكلام في بريميام تمام في هنا وفي هنا لحد الف لو انت مسجل خلاص لو انت بريميام بقى فبنفتوح معاك لو هترفع ملفات اعلى من كده تمام ولو انت يعني ايه يعني لو انت مش مسجل على الموقع فده بتاعت خلاص طبع احنا لقى جايين نكسر فلازم ان نسجل في الموقع فهناقود المميزات دي لو احنا عايزين يعني نرفع ملفات اعلى من واحد خلاص يبقى لازم نشترك فيها الخطة اللي هي مفتوحة معنا يعني عشرة مساحة تخزين جوه الحساب ممكن نعليها باعلى من كده طبعا بريميام انا مش بقول لك اتسع فلوس لا اللي تشتغل به ممكن لو انت عايز تركي هتركي انت لو انت محتاج مساحة تخزينية كبيرة محتاج ملفات اعلى من واحد جيجا فانت بتجيب ارباح يومية اعلى من الخمسة دولار والكلام ده انا باكده لك مهام ننزل تحت دي كده من تلاتة دولار في سبعة ايام عشرة دولار في تلاتين يوم اربعين دولار في مئة وعشرين يوم تسعين دولار في سنة خلاص دي اللي هي ممكن دوسوا كده على نفس الكلام دي اللي اصعار بداعيتها خلاص يبقى احنا كده عرفنا الخطط المدفوعة اللي موجودة في الموقع لو انت حابب توسع مساحة التخزين بتاعتك لأن ده موقع بيعتمد على مساحات التخزين لانه موقع رفع ملفات دوس كده على كلمة من هنا او اه التسجيل خلاص وابدأ املى البيانات دي الايميل الباسورد قرره مرة تانية وهنا بتكتب بيانات الدفع الخاصة بك طبعا انا قلت لك او ما قلت لكش ممكن انا نسيت مسلا على سبيل المثال في الصفحة دي خلاص او في صفحة اللي هي موجودة قدام منك دي خلاص تسيبنا من ده كله ومنكم نسجل هتلاقي طرق دفع محترمة جدا جدا متاحة مع الكل بايونير بايير اه بيكس التقريبين دعون لها لو اعتقد يعني اتصال اتصال انا بقول لك ينفع مع كل الناس هتقول لي ليه هقول لك فيه عندك لو انت من اي دولة تاني خلاص الطريقة بتاعتها بيش موجودة هنا فانت عندك ممكن تعمل محفظة على وباستخدام نظام تقريبا خلاص بتقدر تحول على اي طريقة دفع موجودة في بلدك انت بتستلم على ركز معاية خلاص وبتحولها على المحفظة بتاعتك على بالطريقة بتاعتك فانا بقول لك الموقع ده موفر لك طرق دفع موجودة مع كل الناس فبتختار من هنا طريقة الدفع بتحط هنا يعني لو مسلا بتحط الرقم لو اه بتحط الايميل انا ازب وتفون كاش اتصالات كاش بتحط الرقم عندك هنا ام حاجة انك بتحط الطريقة الدفع بتاعتك ودوس كده على النوت روبوت ودوس كده على كلمة صمت من هنا لما انا عندي دوس كده على كلمة خلاص ادخلني على الاكاونت نفسه تمام دي كده رح تتحكم من جوة وادي سرقة الدفع اللي انا قتلك عليها لو دخلنا برضو علي من هنا تمام تنزل تحت شوية هتلاقي دي كده كل طرق الدفع اللي موجودة معك لو رجعنا للصفحة الرئاسية هتلاقي بقى باقي التفاصيل التانية زي الفرز زي 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 ايه ايه لاخره من الترق المختلفة التانية تمام لو جينا هنا على خلاص هتلاقي فتح لك ايه القايمة دي القايمة دي فيها كل حاجة الصفحة اللي كنا فيها دلوقتي. لو انت عايز تتكلم الدعم لو انت عايز ترفع ملفات في الاخر. تعال كده نعمل او نجرب نرفع ملف. هندوس كده على وندوس كده على من هنا. ونبدأ نختار ملف يعني صغير صغير قوي. ممكن نختار على سبيل المثال. تمام? وندوس كده على خلاص. هنستنى حاجات بسيطة زي ما انتم شايفين. بتوصل معنا لحد تقريبا نروع ميجا. ده مشكلة انترنت مش مشكلة شخص يعني. المهم هنستنى لحد ما يشد خلاص. ونركزوا معي في حاجة مهمة. لو انت جربت تتحمل لنفسك الملف ده بحيز تجربه. خلاص. هيتحسب لك الالف بتاتة دولار. لو انت بتجرب تحمل لنفسك. لو حد تاني هيحمل هيعدي وهيجيب السيب ام اللي مكتوب بره له. خلاص. عشان بس ما تجربش انت تتحمل لنفسك سيبي ام تحمل لنفسك ملف. وتشوف هيتحسب ولا لا? او لما يتحسب لك بتاتة دولار تقول لك ده الموقع بينصب. بالموقع ليس بينصب. خلاص. لو جربنا نحمل الملف اللي احنا رفعينه دلوقتي الاسلاميك نوتس هندوس كده على من هنا. خلاص. وبعد ما ندوس على يعني هو موقع تحميل ملفات عائلة. مفيش اي حاجة ملعبك معاك. هنعلم هنا على ونستنى لخماصر ثانية. وده برضو الطبيعي في اي موقع تحميل ملفات انك بتستنى عدد ثواني معين. سواني كان عشرة خمستاشر عشر اكثر من ذلك. مفيش حاجة صعبة قدام منك اهو. خلاص. مفيش حاجة هتظهر في وشك كده ملايش اي لازمة. خلاص انا هندوس كده على كرية دولود لينك هتدخلنا على الصفحة الاخيرة اللي هندوس فيها على كلمة ايه? دولود ناو. هندوس كده على دولود ناو. هيبدأ يحمل معنا الملفة بالشكل ده. خلاص. كده اتحسبت لنا ايه? المفروض تحميلة. خلاص. طبع ممكن تتحسب دلوقتي ممكن ما تتحسبش دلوقتي. هندوس كده على من هنا. تمام? وننزل تحت هتلاقي اتحسبت مونك اه اتحسبت معاني. خلاص. لو رجعنا كده على من هنا خلاص. هتلاقي عندك ايه تحميلة. و ايه اتنين تحميلة. تمام? فدي برضو حاجة كواسة جدا جدا. لو بيحسب لحظيا. مش محتاج ان هو يقع الساعة اربع عشرين ساعة عشان يحسب معك. لا. هو بيحسب معك على طول. دي كده الملفات اللي انت رفعتها كلها. عندك فيه الحساب بتاعك. فالموضوع تهل جدا جدا جدا. يعني اه ازهل من ازايك كده على سبيل المثال. خلاص. فانت بترفع اللي بياخد يحمل بيحمل مباشرطا. مفيش اي حاجة ملعبك هتظهر معي. عندك زي ما قلنا هنا اللي دخلنا فيها. تمام? هتلاقي عندك البيانات بتاعتك بقى. ايه البيانات بتاعتك يا ريان? عندك هنا طرق الدفع اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. احنا بنسجل. ممكن تغيرها من هنا عادي ما عندكش مشكلة. وركز معيها يعني ايه يعني دي حاجة انا واقعت فيها دلوقتي. خلاص يعني في مشكلة بسيطة كده انا واجهت فيها انا بصور. وما كنتش فهمها. انا كنت مختار من هنا يعني اي ملف انا هدفعه مش هيقدر يحمله من الموقع غير صاحب الاكاونت اللي اجتمع عضويا. فانا بجرب يعني تحميل الملف كل شوية اقول لي ايه? يعني بريميام قول لي بريميام قول لي فافتكرت انا مفاعل الخيار ده. فانت بتخليها يعني اي فايل انا ينفع اي حد يحمله. اي حد يحمله عادي. خلاص? ودوس كده تحت على ومن هنا كده مو ده خليها مية في المية. خلاص? برضه دوس كده على ايه? على كلمة من تحت. خلاص? نيجي بقى الموضوع الرفرال. ادي عندك الرفرال هكو. لو انت عايز تشوف الرفرالز اللي عندك في الاكاونت. هتلاقي عندك هنا والكريتل والموني بتاعه والارباح بتاعته. خلاص? ارجع ورا كده ادي اللينك بتاع بتاعكو. تمام? لو انت عايز تسويق للموقع وتكسب من التسويق للموقع. خلاص? عندنا برضو ده كده رسيل الحساب على سبيل المثال. وقد عندك الريكويست بي اوت. هتدوس كده على من هنا يا ريال. هتلاقي عندك ايه? ادي سحب او طلق السحب اللي موجود عندك. طبعا اقل حد ادنا للدفع هو خمس دولار. خلاص? هندوس كده على اه طبعا لما يكون عندك الخمس دولار هتدوس كده على سحب الريكويست بي اوت من هنا كده. خلاص? هيبدأ يسحب الارباح بتاعتك على طول. تظهر لك هنا كده اليوم والمبلغ والحالة بتاعتها بيد ولا بندنج. تمام? ممكن تحول يعني ايه? يعني بتختار تقريبا بمبلغ معين من هنا كده. يعني المصول اللي عندك ممكن تشتري بيع وضوية جوة الموقع نفسه اللي احنا شفناها في الخيانة الخاصة بالبريميام اللي قدام لانك دلوقتي. فكده احنا عارفنا وفهمنا ازاي نقدر اننا نكسب ارباح من على الموقع ده نجيب ارباح من على الموقع ده ونشوف تاعتنا ونعمل من عندنا ونكسب ارباح محطرة مجددا جدا من اي حد هيحمل الملفات اللي ظهر عندنا او احنا نرفعها للموقع نفسه دي كده اللي واجهة اللي ظهر قدام منك واجهة سهلة وبسيطة جدا جدا. زي ما قلنا لو انت شخص عادي لو انت طلب في كلية لو انت عندك موقع عندك قناة عندك صفحة ممكن تكسب فلوس زيادة انت مكنتش بتوقع ان انت ممكن تكسبها من خلال رفع الملفات على موقع ربحي موقع رفع ملفات ربحي مش موقع مجاني زي المواقع التانية حد كده اكون وصلنا للنهاية كان معكم محمد ريان اي سؤال اي استفسار انا جايد ارد عليه في التعليقات معلش سبحوني لو صلتي متغير شوية دور برد جديد دخلي مرة تانية مش عارف المشكلة خلاص فانا ادعواتكم ربنا يحدد على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة